غطاء العين في احتفالات أعياد الميلاد لإخفاء مفاجأة تنتظر صاحبها لكن عصب العينين داخل السجون يصطحب الأسير إلى تعذيب مجهول الشكل للحظات فيه استبدلت كعكة السمر بطاولة الشبح وشمعها بقطع الكهرباء شعر نائل بفرحة الميلاد مرات معدودة في حياته حراً قبل أن يعتقله الاحتلال أول مرة وهو في سن التاسع عشر عام 1978 ثم أعاد اعتقاله بعد تحرره في صفقة التبادل عام 2011 يعني أنا من حقي أن أطمئن على زوجي من حقي أن أعرف كيف يعيش زوجي الآن عندما خرجنا 2018 عشر 2011 تزوجنا في 2018 عشر 2011 عشنا معاً فقط 31 شهر وعاد الاحتلال اعتقاله مرة ثانية ونائل أصبح 66 عام ونحن لا نعلم كيف ملامعه هي الآن لأننا منذ فترة لم نراه نائل حتى الآن 43 عام في 11 يكمل 43 عام ويدقل 44 عام لم تطمئن زوجة الأسير عبد الباصط معطان المصاب بالسرطان على وضعه الصحي منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة ولا تخفي قلقها إزاء احتمالية فقدانه للحياة بعدما قطعت ما تسمى بإدارة السجون وصول الأدوية مخاوف متعددة عبر عنها أهالي الأسرة في مؤتمر صحفي وسط رام الله في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها آخر مرة كان قبل يعني بعد الأحداث بيوم واحد يعني في 18 كان هو أصلا لفترتها لازم ينعمله فحصاته صورة للإطمئنان على وضعه الصحي لكن للأسف يعني بدل الإطمئنان على حالته الصحية يعني إحنا في قلق شديد على وضعه يعني بالإضافة للمرض التعذيب يعني جسمه لا يقوى على استحمال مثل تلك الظروف ولا الضرب ولا التكسير ولا التعذيب والأشياء اللي بنسمع عنها اللي بتعرضو لها أسرانة في سجن النقب آخر خبر اسمعناه أول بداية الحرب سلبوا منهم جميع ملابسهم في الشلة الغيار الواحد عليه أخذوا منهم طعام وأخذوا منهم بلاطة الغاز اللي كانوا يعملوا عليها الطعام وسلبوا جميع مكونات الحياة الأساسية حتى الهواء إذا بيقدروا يسلبوا عنهم فسلبوه غضب عارم يسود في سجون الاحتلال بسبب الإجراءات التعصفية التي ترتكبها إدارة السجون بحقهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى وخاصة معتقل النقب الذي شبها بسجن أبو غريب الأمريكي في العراق والذي اشتهر بجرائم التعذيب وسوء المعاملة